بوكس تو بوكس هي بوكس吼 بوكس في احتياج الأهل اللي أن يبدأ موسم برح معنوية مرتفعة وده بأن حتى في التصريحات اللي ظهرت على صفحة رسمية للنادي الأهلي النهار ده ومبارح أن فيه إصرار من اللاعبين على تحقيق الفوز كمان المبرارة ربما تشهد ظهور عدد من النجوم الجدد زي إمام عشور، زي رضا سليم، زي مودست، المهاجم الفرنسي عايز أقول لكم إنه التشكيل ممكن يشوف مفاجآت كمان يعني خصوصا في خط الهجوم وفيه كلام من الراجل مهتم جدا بردى سليم ومهتم جدا حتى انه يبدأ بالمباراة هل على حساب بيرسي تاو اللي المفترض وصل من اثيوبيا ترانزيت من جنوب افريقيا الى الطائف النهاردة افريح لكانت طويلة شوية لكنه وصل بالسلامة يعني فهل هيبدأ بردى سليم ويرايح بيرسي تاو ولا ممكن يعمل مفاجأة اكبر ويبدأ بردى سليم وبرسي تاو على حساب حسين الشحات يلعب بيرسي تاو ناحية اليمين وردى سليم ناحية الشمال هل ممكن يلعب بردى سليم ناحية اليمين وبرسي تاو ناحية الشمال هل يبدأ بحسين الشحات مع ردى سليم هل يبدأ بحسين الشحات مع بيرسي تاو وفي الهجوم الاقرب الان مشاركة محمود كهربا الا لو فجر المفاجأة اكبر بمشاركة انتوني مودست المهاجم الفرنساوي الجديد للناد الاهلي بعثة النادي الآلي مستقرة دلوقتي في الطائف تحظى باهتمام هناك كبير جدا حقيقة لازم نوجه كل الشكر للقائمين على المبارد من الإخواتنا في السعودية وإن كان في الأول حصل ارتباج في مسألة الفندق وعدم تسكين كل الناس اللي موجودة يعني الاتحاد الافريق المتحمل 25 فرد لكن البعثة 61 فرد عدد كبير بعثة النادي الآلي لأن كلر أصر على استحاب عدد كبير من اللاعبين أو كل اللاعبين تقريبا باستثناء المصابين وفي نفس الوقت في عدد كبير من الإداريين ومن الجهاز الإداري والجهاز الطبي والجهاز الفني بجانب عدد من أعضاء مجلس الإدارة اللي هيقيموا على نفقاتهم الشخصية لكن في الآخر هيقيموا في نفس الفندق فعمل ده نعمل الارتباك تدخل السادة العامري فاروق نايف رئيس النادي ورئيس البعثة وحل الأزمة خالص في النهاية واستقرت الأمور بالنسبة للنادي الأهلي الأهلي عاكف كولر على دراسة اتحاد العاصمة فريق على فكرة مش سهل بعض الناس مستسهلة المباراة لكن المباراة مش سهلة لأن اتحاد العاصمة بيحاول أنه هو يستدرج النادي الأهلي حتى في تصريحات المدير الفني بتاقه بيستدرج بها النادي الأهلي أن المباراة بالنسبة للأهلي سهلة وبالنسبة له هو كبطل الجزائر وكلفدرالية صعبة وده طبعا استدراج للأهلي في هذه المباراة اللي حيلعب فيها الراجل زون بن شيخة طبعا المدير الفني هيحاول يلعب بطريقة الزون ديفنس ويقفل خطوطه بشكل جيد ويلعب على الهجمات المرتد تشكيلة الأهلي المتوقع محمد الشناو في حراسة المرمة ناحية المين محمد هاني علي معلول في الشمال علي معلول وصل بعد المباراة امبرح على طول خد الطيارة وسافر وقبل الفجر كان موجود في الأوتيل مبارح يعني واصل في ساعة يعني بعد المباراة ببشرة يمكن باربع ساعات كان مع النادي الأهلي في قلب الدفاع نحمد عبد المنع مرامي ربيع في نص الملعب مروان عطية وقاليو ديانج وإمام عشور اللي هيقوم بالدور اللي كان بيقوم بيحمد فتحي ما بين الشق الدفاعي لما الكرة تبقى على النادي الأهلي والشق الهجومي لما الكرة تبقى في حوزة النادي الأهلي ويبقى هو اللاعب المختبئ أو الخافي اللي بييجي من تحت عشان يسترم الكرات الطولية اللي بتيجي من نص الملعب عليمين زي ما قلت لكم هي قصة كلها في الطرف بيرستاو هقول بقى اتنين من تلات بيرستاو ورودا سليم وحسين الشحات هيبقى فيه اتنين من التلاتة دول على الطرفين عشان يبقى كلامنا اكثر دقة يعني ومحمود كهرباء الاقرب لقيادة خط الهجوم دي التشكيلة المتوقعة للنادي الأهلي في هذه المباراة والحقيقة انه مرسيل كولر طول الوقت بيعقد اجتماعات فردية او خط بخط او جماعية مع اللاعبين طول اليوم تقريبا يعني انفرد بإمام عشور انفرد طبعا اكتر من مرة بمودست المهاجم الفرنسي الجديد انفرد اكتر من مرة بمحمود كهرباء انفرد اكتر من مرة بمحمد هاني الطرف اليمين بخط الدفاع محمد عبد المنع مرامل ربيع بخط النص اليو ديانج ومروان عطية وبش الناوي بكل اللاعبة تقريبا بينفرد بهم بقى حديث خاصة وكمان خط الدفاع كلهم على حدة وحذر هو وخالد بيبو مدير الكورة من اي انزلاق لاي شائعات او اي تصريحات حتى مع الميديا في السعودية او التدخل في السوشيال الميديا في اي شيء نهائيا لحين انتهاء المباراة كمان النادي الاهلي في انتظار قرر اتحاد الكورة والاعلان عن المواعيد بتاعت الجولة الاولى في الانطلاق المسابقة الاهلي طبعا هيواجه النادي المصري لكن ما يعرفش المواعيد ايه اتحاد الافريقي النهاردة اكد بشكل نهاية ورسمي صفحة رسمية لدور الابطال وفي الاتحاد الافريقي ان الاهلي هيقابد صنجورج الاثيوبي يوم 24 اكتوبر ويوم 24 سبتمبر اسف 24 سبتمبر المباراتين ذهابا وايابا في دور الابطال الافريقي الموعد المرشح للاهلي مع النادي المصري ربما تكون يوم 19 او 20 القاد الحقيقة كابتل محمود الخطيب في فرنسا ويتجه الى السعودية لحضور هذه المباراة ورافض تماما الجاز الاداري كابتل خاند بيبو ومستر كولر اي ردود يعني بكرة في المؤتمر الصحفي يمكن يتعرضوا الاسئلة خاصة بالمنتخب تعليمات واضحة من الادارة النادي لا حديث عن المنتخب نهائية